بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين واجبات الأجراء هذه سلسلة عقدناها عنوانها قضايا مجتمعية وعنوان درس اليوم واجبات الأجراء جعل الله الناس أغنياء وفقراء أقوياء وضعفاء وجهاء وبسطاء مدراء وعمالا كل يحتاج للآخر حتى تتكامل حركة الحياة وتعمر الأرض قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يعني ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال فأنت تسخرني في عمل وأنا أسخرك في عمل آخر فإذا قام كل بحقه وواجبه كما ينبغي تحققت السعادة والائتلاف وأصبح المجتمع كالجسد الواحد لئن مر حديث سابق أيها الأخوة عن معاملة الأجراء يتكلم عن التحذير من ظلمهم واستغلالهم وعن الدعوة إلى معاملتهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون ويتكلم عن حسن الخلق معهم فإن حديث اليوم يتكلم عن واجبات الأجراء الأكثر في المجتمع هم أجراء والقلة هم المدرب فحديث اليوم مهم لكثير منا نحن الجالسين هنا لا الموظف بشركة عامة أو شركة خاصة هذا تكييف الفقه بأنه أجير أجير خاص كثير من الناس هكذا يعملون عمالا موظفين في شركات عامة أو خاصة أيها الأخوة يعتبر العمل أمانة وضعها الشارع في أعناق العمال ومهما تكون الوظيفة أو العمل صغيرا أو كبيرا في قيمته فإن العامل مستأمن عليه حتى التكييف الفقهي لهذا العامل إنه أجير خاص ويقول الفقهاء هذا الأجير الخاص يده على الأعمال يد أمانة هو أمين الشارع ينظر لك بأنك أمين أمين على العمل الذي ستوكل به أمين على المواد التي بين يديك أمين على أسرار العمل والشركة أمين على الصنع التي ستصنعها أمين على الدوام الذي تداومه أمين على استغلال الوقت في مصلحة هذا العمل هكذا العامل مهما كان موكلا في عمل بسيط أو كبير فإنه مستأمن على هذا العمل ولقد تناول علماء الشريعة الإسلامية قديما وحديثا واجبات العمال وذلك حرصا منهم على وجود علاقة تكاملية بين العامل وصاحب العمل ليكون في المجتمع عمال منتجون يساهمون في إعمار الأرض وأصحاب عمل مشفقون على عمالهم مسرورين بنتاجهم الآن من واجبات العمال واحد إنجاز العمل المتفق عليه على أكمل وجه ممكن بحيث يحكم العامل العمل استطاعته فلا يبقى فيه قول لقائل الآن نحن سنتكلم عن واجبات العمال في الشريعة سواء صاحب العمل يعني رضي أو لم يرضى الشريعة تقول لكل عامل إن من واجباتك إنجاز العمل المتفق عليه على أكمل وجه ممكن فأنت تحكم العمل حتى لا يبقى فيه قول لقائل فإحسان العمل للإساءة فيه وصلاح العمل لا فساده هو ما تطالب به الشريعة الناس عامة والأجراء خاصة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الشريعة هيك تريد منك أن تكون محسنا للعمل أن تكون من الذين يعملون الصالحات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه طبع أنت لما بتجي على الدوام من أول الوقت إلى آخره أنت تعمل صالحا لما أنت تبعث مين يوقع لك وتأتي متأخرا أنت أكيد ما عم تعمل من الصالحات أنت عندما تحافظ على موارد الشركة أكيد عم تعمل صالحا ولما بتبدد موارد الشركة أنت أكيد عم تعمل سيئا لما بتستقبل الزبائن بشكل جيد أكيد عم تعمل صالحا ولما بتستقبلهم بشكل سيء أكيد عم تعمل سيئا والله عز وجل يحدثنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اتنين من واجبات العمال الالتزام بوقت العمل المتفق عليه بدءا وختما حضورا وغياما فلا يحل لعامل الغياب أو التأخر أو الخروج قبل انتهاء الوقت من دون إذن سابق لكي لا يلحق ضررا بالعمل وصاحبه وقل مثل ذلك في هدر الوقت في أثناء العمل لأن العامل استحق الأجر مقابل تسليم نفسه للعمل طيلة الوقت الأجير الخاص بياخد أجرته على الوقت يعني هو دوام الساعة 8 الصباح للأربع العصر فهو أجرته على هذه الساعات ألا إذا هو عمل تلاعب معين إجى عشرة بس تسجل 8 طلع وحدة بس تسجل أربعة مئة بالمئة عم يأكل مال حرم فمن واجباته أن يلتزم بوقت العمل المتفق عليه ما لم يكن هناك إذن وقل مثل ذلك في هدر الوقت في أثناء العمل لأن العامل استحق الأجر مقابل تسليم نفسه للعمل طيلة الوقت دون إهدار جزء منه إلا تلك الأوقات التي يستحقها للراحة والصلاة وغير ذلك من الأعمال الضرورية التي لا يمكن القيام بها إلا في أوقات العمل وجدت بكتب الفقه شيء عجيب يا أخواني فيما يتعلق بالأجراء والمحافظة على الوقت العمل أو هدر الوقت لقد أكثر الفقهاء من ضبط هذه المسائل حتى نصه الآن في كلمة عجيبة الحقيقة نصه على كراهة الحديث مع الآخرين في أثناء العمل إن كان الحديث يوجب غلط العامل إنه أنت تجي تحكي معه للعامل هو عم يشتغيل إذا بدك تحكي معه وتلهي عن الشغلة يركز عليها وبيغلاط حرام تحكي معه وحرام يحكي معك قال أبن قدامى في المغني وليس له يعني للعامل للأجير وليس له محادثة غيره في حالة النسخ وليس له كان فيه وظيفة من زمان اسم النساخ ما كان فيه مطابع فمثلا أنا قلفت كتاب بعطيه لدكانة النساخين بينسخوا ليها مثلا مئة نسخة وبحاسبه بقى هذا مدير هالدكانة بيجيب مثلا مئة واحد بيناتكم بيقال له خدها النسخة نسخ ليها ومثلا بيتفق معه على مثلا مئة ألف ليرة قال لأ أنت واعد عم تنسخ إذا إجا واحد حكى معك حيلهيك عن الفكرة أنه النسخ بده تفكير بما تكتب وإذا كتبت ومخك مع هذا اللي يعني بيحاكيك معناته صار فيه خطأ بالنسخ معناته الإبضاعة مخشوشة معناته عم تاكل ما الحرم قال ابن قدامى في المغني وليس له محادثة غيره في حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله ما بصير حدا يحكي معه عجيب يعني قالوا للأجير حكي لا تحكي في أثناء العمل إذا الحكي سيضر المصلحة التي بين يديك وقد اتفق الفقهاء على أن العامل إذا ترك العمل في بعض المدة المتفق عليها يعد مخلا بالتزامه ويحسم عند الحنفية من أجره بقدر تقصيره في عمله هذه رقم اثنين واحد اتقان العمال واثنين المحافظة على الوقت الالتزام بالوقت ثلاثة وجوب المحافظة على أدوات العمل ومواده وآلاته فهي في يد العامل أمانة يؤمر بحفظها وينهى عن التفريط بها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أخبرني صاحب معمل ملبوسات أنه اشترى أثوابا جديدة من الأقمشة وتأخر المورد بتسليمها للمعمل فوصلت للمعمل متأخرة في نهاية الدوام مما دع العمال إلى وضعها في الساحة العام غير المغطات للمعمل على أمل أن يأتوا غدا صباحا ويدخلوا أتواب لقماش إلى داخل المستودع لما كان اليوم الثاني وصل العمال إلى المعمل وإذا ببخات المطر تنزيل الحارس معه باب المعمل الخارجي السور الخارجي بس فيه رجل مسؤول عن فتح باب المعمل الداخلي العمال دخلوا إلى الساحة السماوية والأثواب فيها الآن المطر بلشت تنزيل بعض هؤلاء العمال بقي واقفا مكانهم بعضهم أسرع يحمل هذه الأثواب ويضعها تحت رواق بيثما تفتح الأبواب حفاظا عليها لكن البعض الآخر بقي واقفا ينظر ويقول إنه غير مسؤول عن نقل البضائع أو عن حملها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون من ناحية أخرى يلتزم العامل باستخدام هذه الأدوات والمواد لغرض العمل وفي مكان العمل الذي أعدت له ولا يحل له استخدامها لمصالح شخصية له أو لغيره مرارا ما سألني أيها الإخوة في المسجد هنا أو في مساجد أخرى موظفين مستقيمين يستفتون يقولون إنهم في أثناء العمل تطبع بعض القرارات بعد تدقيق القرار قبل نشره وإعلانه يطلع بالورأة فيها خطأ فتلغى هالورأة يطبع القرار بعد التعديل على ورقة معتمدة يقولون هذه الأوراق المطبوعة عليها قرارات خطأ هذه للتلف وجه مكتوب عليه والوجه الثاني أبيض بجوز أنا أخذ هالوراء على بيتي خلي ولادي يتدرب عليهم أنت تقرأ من هذا السؤال أن كاتبه عنده خوف من الله عال وعنده محاسبة لنفسه دقيقة هذا الوراء وراء المعمل هذا الوراء وراء المعمل بجوز أنا طالع عبرات المعمل إذا كتبت على ورقة كيريين بن دورة وجلسين بأدونس وثلاثة كيلو ملوخية يعني قديش خسر صاحب المعمل لكن هو الخوف من الله وهو مراقبة الله عز وجل وهو الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أكيد بده يتحاصل على نقطة الحبر مية بالمية سيتحاصل بس في واحد بيحس في واحد ما بيحس كلما ارتقت الحالة الإيمانية يصير واحدنا يحاسب نفسه على القليل وعلى الكثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا له معاه الشهر كذا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول يعني سرق من المال العام من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول رابعا من واجبات الأجير السمع والطاعة لصاحب العمل فيما يقتضيه العمل مما تجيزه الشريعة ويوافق القانون ففي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع خامسا وأخيرا من واجبات الأجراء حسن الخلق مع المدراء ومع رفاق العمل ومع العملاء الذين يتعاملون مع العمل وعدم إفشاء أسرار العمل التي يمكن أن تمس بقدرة المؤسسة أو المنشأة على المنافسة ومراعاة وسائل النظافة والوقاية الممكنة وشكر صاحب العمل على أن جعل الله على يديه سوق الرزق للعامل وصح الله الرزاق بس الله جعل رزقك على يدي فلان الله يرضى عن تجارنا الكبار القدامى وكمان الجديدون سبحان الله وهو يكون تاجر بزورية معه مليارات يجيزبون يقول له عطيني بخمسة آلاف كمون ناعم يقول له عبيله يا ابني بخمسة آلاف بيأخذ الخمسة آلاف يقول الله يعوض عليك الله يبارك لك بيرزقك لا له شايف الخمسة آلاف ولا شايف الخمسين ألف ولا شايف الخمسين مليون كمان بس هذا شكر للنعمة هلأ كان بيقدر يقول له هلأ قومتني مشان الخمسة آلاف روحنا عند غيري ما بدي بيعك بس هو يشكر الله عز وجل اللي بعت له هذه النعمة فيزيده الله تعالى فإذا أنت أيها العامل جعل الله تعالى رزقك يسوقه إليك الله على يد فلان اللي هو مديرك يقول له الله يزيك الخير يقول له الله يسلينا ديال يقول له الله يبارك لك برزقك أثني عليه خيران لئن شكرتم لأزيدنكم هلأ فيوعد بيقول لك أخي أنا بشكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس هذا الحديث له معنيان المعنى الأول أنه من لم يتدرب على شكر الناس فلن يشكر الله لأن الشكر تدريب والكفر تدريب فإذا واحد كفر الناس سيتمادى به الكفر إلى أن يكفر نعمة الله تعالى وله معنى ثاني بأن الله عز وجل لا يكتمل شكرك له حتى تشكر من ساق الخير على يديه إليك من الناس أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق فهذا العامل من واجباته حسن الخلق مع الناس عامة ومع رفاقه بالعمل خاصة ومدرأه وبعده أيها الإخوة العاملون كم من عامل بدأ العمل في شركة أو معمل بمسمى وظيفي بسيط جدا فلا زال يرقى ويعلو بإتقانه لعمله وحسن خلقه وأمانته ومحافظته على أدوات العمل وأوقاته إلى أن صار مديرا للمعمل أو الشركة والوقائع في هذا كثيرة جدا هلأ من بيني اللي قاعدين هون في عنا أشخاص دخلوا إلى عمل بمسمى وظيفي كثير بسيط بسيط جدا بس هلأ أهلين صاروا المدرأ ما لا علاقة بالشهادة اللي حاملة ولا بالدورات التدريبية ولا بالسي في اللي أدموا مكتوب على الورق بس عمليا هو متقن هو أمين هو خلوق هو محافظ على هذه الموارد طبعا الله يعلم والناس يعلمهم فلا زال يترقى 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 صار هو مدير المعمل وفي منكم كمان ناس أكتر من هيك جوّزوا صاحب العمل بنته وصار شريكه كمان بألب العمل والسبب بس هذه يعني التزامه بواجبات العمال وحسبنا أن الله تعالى يقول إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الإخوة تقوية أواصر المجتمع ديدن كل نبيل وحكيم ويدعو الإسلام في كل تعاليمه إلى الجماعة والاجتماع وتقوية أواصر المجتمع وينهى عن التفرد والتفرق وإضعاف أواصر المجتمع وإن التزام الأجراء بواجباتهم كما الإحسان إليهم ينفع الأفراد ويقوي أواصر الجماعة والمجتمع فالزموه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر